فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع آية قرآنية صريحة من حيث الدلالة واضحة وقطعية من حيث أنها قرآنية طيب علمنا بهذا يهدينا إلى أن الأمر هذا ممكن وطبيعي نعم ليس هو بلا مضاعفات فيه بعض المضاعفات ولذلك لا ينبغي أن يتخذها الإنسان حلاوة حسب التعبير يتحلى فيها وكرزات يكرز فيها وإنما بحسب الحاجة وبحسب الظروف والإنسان أيضا حكيم لازم يلاحظ وضعه الشخصي ووضعه الأسري ووضعه المالي ووضعه البدني مجموع هذه حتى ينتهي إلى نتيجة يتخذها القرار أو لا يتخذ هذا القرار فسالفت أنه كيف شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لأنه هذا هو الأمر الطبيعي والدين إجا ضيقها أيضا موسع الأمر فيصير على أثر هذا أن تبلغ حالة الامتلاك عند البعض درجة تقول لك خلص إما أنا أو هذه المرأة الجديدة يعني إما مية في المية أو صفر في المية وهذه بأي معادلة من المعادلات لا يستطيع الإنسان أن يتفهمها أمر الإنسان بالعدل الرجل أمر بمراعاة الأطراف المختلفة ولكن هذه الحالة إذا تمت المبالغة فيها مرة إحدى النساء كتبت مسألة من المسائل فمن خلالها تبين أن قصتها مبالغة في الغيرة زوجها إما لكبر سنها مثلا كما يظهر من خلال بعض القرائن فكر أن يتزوج حتى لا يعني يطعنه بشكل علني راح وتزوج بشكل غير معلن غير واضح هذه المرأة حست شيئا ما ظلت التابعة متابعة دقيقة لو شركات أمنية يعرفون عن طريقتها كانوا يستأجرونه إلى أن وصلت إلى البيت اللي هو فيها وعرفت المرأة ووصلت إليه وحسب التعبير ضبطته بالحدث المشهود طيب دقت عليه الباب خرج إليها المفاجأة كانت مفاجأة كبيرة جدا قالت تفكرت اختفي علي أنت قال هزين أنا ما اختفي علي تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم أنت طالق خلاص مع السلام إذا هي تسأل عن هذا قلت له إذا كان هناك ما موجود شهود طلاق باطل إذا كان في طهر تمت المواقعة فيه فالطلاق باطل إذا كانت المرأة في الدورة طلاق باطل أما إذا اجتمعت هذه الشروط فعلى نفسها جنت براقش هي وقعت نفسها في هذا الأمر